كما نظم نشطاء للبيئة وخبراء وشباب ومجتمع مدني وسكان أصليون ممن تضرروا من التغيرات المناخية في جميع أنحاء العالم نظموا مسيرة داخل المنطقة الزرقاء لكي نطالب بالعدالة المناخية ونحن نتجد العدالة المناخية نحتاج أن يكون هناك تعويض على الخسارة والضرر الذي نتج عن التغير المناخي نحتاج من الدول الغنية التي تستغل بلادنا أن تحقق لنا العدالة المناخية نحتاج أن يكون هناك عناية بمحيطتنا وارضنا وأن تساعدنا الدول الغنية نحن نطالب بالعدالة المناخية وبالمساواة لكل الشعوب نحن نطالب بالتمويل يجب على الدول الغنية أن تدفع مقابل الضرر والتلف التي تسببته لنا بسبب تغير المناخي هناك العديد والعديد من الكوارث والعديد من المشكلات والتأثيرات السلبية التي نعاني منها بسبب التلوث وبسبب سوء التغذية النتج على التغير المناخي الدول الغنية والدول المتقدمة يجب أن تدفع مقابل الضرر الذي ألحقته نحن نرسل رسالة إلى قادة العالم وكل الأطراف المعنية أن تعالج الأزمة المناخية التي وجهها العالم ليس فقط في أفريقيا ولكن في كل أنحاء العالم في كل أنحاء العالم وأن يتم التعامل بشكل جدي الأجيال القادمة سوف تعاني ومستقبلنا على المحك نحن نمثل مجتمعاتنا ورسالتنا هي أن التغير المناخي له جثور ويتعالق بالاستعمار والاستخدام المفرد ونريد تمويل المجتمعات التي تأثرت والتي خسرت الكثير ونريد تعويض على الخسارة والضرر للمجتمعات الضعيفة نحن نطالب بالعدالة المناخية لا يمكن أن يكون هناك انتقال مناخي دون أن يكون هناك عدالة مناخية هناك الكثير الذي لم يفهمه قادة العالم حتى الآن وليس لديه منظور يتعالق بالعدالة ولهذا فإن مبدأ الخسارة والضرر مهم جدا يعاني الكثير من البشر لدينا ثلاثة أمور هامة وثلاثة مشاكل تتمثل في الفيضانات وخسارة والحرائق التي تسببت في خسارة المنازل وهناك الكثيرين الذين فقروا حياتهم ونحتاج لأن نوقف الانبعاثات بأسرع ما يمكن لأن كل درجة حرارة ترتفع فإن هناك المزيد من الأرواح التي تزهق والدول العالم كلها سوف تعاني ترجمة نانسي قنقر